موسيقى موسيقى دور رعاية في مصر فيها كان مكبير جداً من الانتهاك على الأطفال عدم مكد رقابة حقيقية هو اللي بيأدي إلى انتهاك خصوصية وحرمة واستغلال هؤلاء الأطفال داخل هذه الدول ما فيش رقابة كافية لكن فيد نوع من التوهاد موسيقى موسيقى من حمل على رقاب أساءل أدب موسيقى معلومة عابرة عن قيام بعض الأحداث بترويج المخدرات بين طلاب الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر التقطها فريق عمل البرنامج ووضع لها خطة عمل استقصائية أسفرت عن مفاجآت من العيار الثقيل موسيقى هنا في هذا الشارع وعلى بضعة أمطار يقع داراً للأيتام تحول إلى وكر لتجارة المخدرات موسيقى 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 استطاع فريق البرنامج أن يصور بكاميراته السرية عملية بيع وشراء المخدرات التي تمت على أسوار هذا الملجأ في ظل غياب أمني تام وفي وضح النهار موسيقى 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 لما هم مطلحة رايحو ناس كتيرة أطلك يعني بدلا ما كنت لسا بتكلم بقى البيلر وتروح له ويقابلك وبتاع أما زي باحث بيجي منش ومبرطة ما جاكي بطرطة ما كان يرزا ما كان زي بان الحكومة جاكة باشا من الجميع نحنا بنيجي هنا على طول هتكون كلا تلك كله كلا احنا نبين جازينهم فحان اطلق كلها ولا ناس يعني ما عمّا تلك كلا تلك كلها قلتا احنا نبين جازينهم فحان ما عمّا خلوهم يسبوهم ما عمّا مش شباك الله يعني بس بالله مرده الحاجة بتاعتهم حلوة. كارثة بتاعتهم حلوة هنا. بس اياه الا واحد باي اسم معنا وتتصلحني ايه يباشو اللهم عنا انت جارك لسة يعني مرر لسه سحيمن لن القدة اني تيني مرة دي اني مرة ندية نزعب عليك المضاح عجيزين ها؟ تتعلم ان Gerabyan لي قطت الهجري ... مازلت عمبي القطت جه اه تو واحد واحد يرحلي مازلت بعض انا هاقوله حضظ اذا انه تكن لا مش انا أنا ما أخدش فوس من حد الواجل اللي تعالي ما أخوه واحد وواحد يجد أنا عشان ده ما بحب السجاعة الرجل يوم اهو جي! جي! اه اه! انا بجدتك مرضي واحد واحد أجد ها عادو اللي أقول عالك واحد واحد انت في قراشة! اه اه! واحد واحد ايه! يمين مع كمير مرحبا يامير الكامير انا رجال يامير الكامير عادي الشمال باش تعد ايوه اتعالك العجيب الكامير انا رجال العجيب اوه نصف عشرية عشرين يوم اهلا نتخلص نصف اهلا نتخلص نصف ده يعتبر نوع من الجرم المجتمعي جريمة بشعة في حق الانسانية انا شايف ده اكبر انتهاك بيتعرض لي بطفلة حتى اللي بيبيع نفسه وانا هذا الطفل لو كان لقى رعاية في عدد التأهيل والدمج زي ما تكلمنا قبل كده وفي وجود نشاط رياضي دي في وجود نشاط فني في وجوده في التدريب المهني في وجوده ما كانش واقف باع على صور الدار مخدر او حتى اي انتهاك حصله تكمن خطورة دار ايتام ام القرى في موقعه الجغرافي حيث يحيط به مدرسة وحضانة تابعة لنفس المؤسسة الخيرية بالاضافة لوجود مدرسة خاصة للغات في نفس المربع السكني فضلا عن قربه من جامعة 6 اكتوبر الخاصة التي تبعد نحو 2 كيلو مترا والمفارقة التي تكشفها خريطة موقع الدار هي وقوع قسم نجدة 6 اكتوبر على بعد ما يقرب من كيلو متر واحد ويحتفظ برنامج لازم نفهم بكافة المعلومات المتعلقة باصحاب الدار للجهات المعنية غياب رجال الشرطة او الرقابة او الامن في هذه المنطقة يدفع الى التمادي في هذه الظهرة لكن قبل ما نقول غياب الشرطة هناك غياب الدور المنوط بالاخصائي الاجتماعيين والدور المنوط بالادارة المفترض ان الدور عادي مش بس بتراقب لا بتقوم بدور اقوى من كده وهو عادة تأهيل الطفل ودمجه في المجتمع مرة اخرى ازاي ده الدور ده يتم لو حصل ادعاك للطفل بقى بيروج لهذه المخادرات بيجيس الاطفال يعني مادة خام ما بتطريبش مفلوس كتير ما تبلغش البوليس لو حد منهم يعني هوب على انه يتكب اي سلوك يخالف او اوامره او لا يطاوع اوامر هذا المروج او هذا التاجر او هذا البلطاجي في هذه الحالة بيكون سهل السيطرة عليه وسهل قتله حتى هؤلاء الاطفال بيتم استغلالهم طبعا واستغلالهم معنويا لانهم ضعف هم بلا اهل وبلا يعني بلا هدفهم خارج التعليم اسلوب اللي بتعمل بيه وزارة الشهر الاجتماعية وقدار الدفاع الاجتماعي مع الحالات دي اعفة عليه الزمن والناس الزمن سبقهم بمئة سنة ما فيش مهارات ضعف الرقابة ما فيش تقييم ومتابعة مستمرة لهؤلاء الاخصائيين الاجتماعيين من نفسين ضعف مرتبتهم رصلنا اكتر من وقع فيها تعدي سواء اذا كان بالضرب او استغلال هؤلاء الاطفال في اي عمل من اعمال مخالف القانون وهذا الاستغلال او اذا كان تعرض الاطفال لا اي نوع من انواع الانتهاك يعتبر مسئولية وزارة الشهر الاجتماعية اللي المفترض انها تقوم بدور اكبر في حماية هذين دول اللي حصل لهؤلاء الاطفال ده ضر بحقهم في النمو بشكل طبيعي لان هو هنا بيتربى ويقنمى على بيع السلعة او بيع مخدر او يتربى على تعاطي المخدر وبالتالي احنا بنخلق اجيال من مرتكب الجريمة اللي هتأثر على المجتمع بالسلب مش العكس انا بقول حضرتك هو ما فيش الخابة كافية لكن في نوع من التواهان انه في توصيف ل fucked with knowledge وفي توصيف للبرامج ولا تضحى المؤسسة للبرامج وفي توصيف للطفلDer 이거 ليراعه هذا التوصيف تُهمة استغلال الحدث بتصل فيها الاثقوبة لا اشغال شاء الموقعة استغلال الحدث وايفساد الحدث القانون الجديد مغلز العقوبة فيها والقانون القديم برضه كان العقوبة فيها جديدة بس تثبيتها ازاي الغطاء التشريع والبنية التشريعية أكثر من كافية ولكن غير مفعلة بالشكل الذي يضمن حماية الأطفال نسبة كبيرة جدا من هؤلاء الأولاد سوف يكون متعاطية مجمع أم القرى الخيري تأسس عام 1992 على مساحة تقدر بـ 13 ألف متر مربع قصصتها الحكومة لمؤسس الجمعية لإقامة نشاطه الخيري المتنوع والذي يضم دارا لرعاية الأيتام الذكور حيا هذا المكان لو بالفعل يتعين أن يتم غلقه فورا ومعاقبة المقصرين وتجديد العقوبة لأن ده ظرف مشدد المخدر يغيب العقبة بالتالي قد يرتكده جرائم جنسية متصلة بالنوع ده طبعا بيؤكد أن هؤلاء الأطفال معرضين للخطر نتيجة عدم وجود عائل لهم وعدم وجود أسرتهم وجودهم في مكان في ضعف رقابة فيه انحراف مفيش تقويم ليه وفيه إفساد من زمايل وفيه استغلال من موظفين كل الحاجات دي بتديك النتيجة اللي أنت بتشتكلم لها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر